السلام عليكم وليدي تناميذ السنة الثالثة متوسط السلام عليكم أخواتي لي ومشاء الله بفضل الله وجوده ومنه وقرمه رحيم ديرو الباست كونتينيستانس بسم الله على بركة الله نبدأ اللهم صل و سلم و سيد و بارك على سيدنا محمد و على أحده و صحبه أجمعين بولداتي أخواتي حلوا مخكم معي تفهموا إن شاء الله هذا الدرس ولي بغير يدخل معي دروس الدعم عبر التليجرام و الزوم يدخل يسجل أسفل الفيديو ورانيا نخليكم رابط أسفل الفيديو ألفين دينار للفصل هنا يعدنا talking about the past continuous terms يعني غادي نحضروا نتحدثوا عن الماضي زمن الماضي المستمر ركزوا معي نستخدموا الماضي المستمر للحديث عن أفعال أنشطة أو أحداث نحضروا على الأفعال نحضروا على الأفعال و هادي الأحداث والإفنس تحدث في زمن الماضي راهي صارية في الماضي في زمن الماضي ويصاقوا كالأتي كيفش نصيروه؟ ركزوا معايا يصاق بي ووز ولا الوز زائد الفرب زائد ال-ing يعني نديروا الوز والفرب هذا الفرب هذا الفرب في الماضي يكون الوز أو الوز وز I was she was he was it was you were we were they were هادو تحفظوهم ما كانش يلاق تحفظوهم هادو باش نجموا تديروا الزمن الماضي المستمر نزيدوا الفعل التعنا ليعطوهنا ونزيدوا له ال-ing هادو ما كان for example we were working كنا نعمل we were working بس كوي قتلكم ويتمشي مع الوار كان قتلكم I قولوا لي was I was working بس انا دتلكم we we were working on the miniaturization of cameras يعني we spent a long period of time working on the miniaturization miniaturization of cameras يعني لقد انضينا فترة طويلة من الوقت في العمل على تصغير الكاميرات هنا ما معناها قال لك هنا we were working on the on the miniaturization miniaturization of cameras يعني كنا نعمل على تصغير الكاميرات حاجة كانت مستمرة في الماضي طولت مشي we worked عملنا هذا زمن الماضي البسيط simple simple past simple بصحنا حاجة كنا نخدم عليها شان ديروا نديروا زمن الماضي المستمر we were working on the miniaturization of cameras كنا نعمل على تصغير الكاميرات miniaturization يعني تصغير الكاميرات هنا قال لك زمن قد أمضينا فترة طويلة من الوقت في العمل على تصغير الكاميرات حاجة كانت طويلة حادث كان طويل مستمر في الماضي استخدموا was مع الضمائر I she he it I was she was he was it was تحفظوها ما كاش قاعدة يلق تحفظوها بش تنجمو تصيغو ما تحفظوهش ما ما تنجموش ما تقدرو ما تقدرو تحلو ما ويلو I was she was he was it was we were you were they were ok هكا تحفظوها أولادي please أنا سيغط الاستفهم كيف نسألو كيف نسألو interrogative form was were كما قلت لكم تمشي مع هادو was تمشي مع هادو وال were تمشي مع هادو plus subject plus الضمير تعنا ولا الاسم ولا plus verb plus الفعل تعنا ونزيدو لها ing and the rest of sentence وال واحد الجملة اللي قعد من الجملة for example غادي نسألك were you sleeping all morning رجدت البارح جاع المصبح were you شوفو were subject تعنا sleeping 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 all morning okay جاع الصباح i found you three times عيط لك 3 خطرات كنت three times three أسكر كنت جاع الصباح بس كنت عيط لك 3 خطرات هذه هي إن شان قلنا السوق نقول were you sleeping all morning okay were you sleeping all morning where was she can go she was she sleeping all morning was she sleeping all morning was he was he sleeping all morning their human were we were we sleeping all morning were they sleeping all morning their human had هذه الـ where تمشي مع الـ where تمشي مع الـ we, you, they والـ was تمشي مع الـ I, she, he, it دروك نروحو سيغة النفي زع ما انتا سخصيتني اسكر قتك عدد نهار أنا غادي نجاوبك بالصحب الـ negative نقول لك اللا For example, wasn't نديروا الـ wasn't وال- was or was not الـ wasn't هي was not هي اختصار تع was not weren't هي الاختصار تع were not in short answer في الإجابة القصيرة في الإجابة القصيرة wasn't والـ weren't plus الـ verb plus الـ ing in long answers كين نجاوبوا بالطويلة الإجابة طويلة نديروا الـ wasn't ولا الـ weren't زائد الفعل التاني زائد الـ ing بس صح كين نقولوا إجابة قصيرة نديروا no I wasn't ولا نديروا no they weren't وصعي For example, no I wasn't هادي إجابة قصيرة ولا no I wasn't sleeping all morning هادي إجابة طويلة لا لم أكن كذلك ولا لم أكن نائما طوال الوقت هنا هي صيغة الإتبات كين نقولوا yes عادي نتبت لك نديروا yes I was ولا yes they were okay in short answers في الإجابة الصغيرة قصيرة والـ was والـ was والـ were plus الـ plus الـ ing in long answers في الإجابة الطويلة نديرك نديرك yes for example yes I was sleeping all morning هنا هي I was sleeping sleeping all morning دائد لقى على واحد الجملة هنا هي example yes I was هنا هي إجابة قصيرة yes I was وإلا بريت تطويل الإجابة تقول yes I was sleeping all morning yes I was sleeping دايمن الفعلة تعنا نزيدوا للـ ing or morning هنا contracted short forms of be or verb to be in the past هنا هي سياع مختصرة من الفعل هكون في الماضي هنا هي شو قلنا قلنا wasn't تقولي was not تقولي الاختصار تحا wasn't والـ were not الاختصار تحا weren't اوكي هنا تتحدث عن the past the past continuous tense and simultaneous actions يعني سنهضروا على الحديث عن الماضي الماضي المستمر والأفعال متزامنة حاجة صارية صارية في نفس الوقت متزامنة أمعها اوكي للحديث عن نشاطين أو حدتين طويلين يحدثان في نفس الوقت راهم يصراوا في نفس الوقت أي متزامنين في الماضي يعني نهضر على زوج two events زوجة الأحداث راهم متزامنين في الوقت اوكي نستعملوا مع الماضي المستمر نستعملوا or conjunction يعني هذا الروابط الرابط بينما while للجمع بينهما to combine them to combine them باش نجمعوا بينتهم نديروا while صحيح for example i was working كنت نخدم in application of laser technology to microelectronics microelectronics while بينما i was living in japan يعني كنت أعمل في تطبيق تكنولوجيا الليزر على الإلكترونيات الدقيقة بينما كنت مقيما في اليابان زوج احداث زوج احداث في رحبة راهم متزامنين قاع في كما نقولو احنايا في الزمن الماضي المستمر i was working حاجة كنت نخدم فيها i was working حاجة في الماضي كانت طويلة نخدم فيها بشكل كنت تخدم على حاجة راهي طويلة بينما انا ثاني كنت مشي i lived لا i was living كنت عايش صح في زوج صوالع احداث كي تكونوا زوج احداث في الماضي مستمرة نجمعوا بيناتهم بهذا الكنكتور why to combine them بش نجمعوا بيناتهم نديروا ويل بينما نعودوا i was working to in application of laser technology in microelectronics while i was living in japan انا عدنا كسم for example the second example عدنا we were doing other things كنا نقوم باشياء اخرى while بينما we were working on the monetarization of mobile phones بينما كنا نعملوا على التصغير كنا monetarization هذه غادي تسمحوها بزاف هذا الفص هي التصغير حجم الهواتف المحمولة كنا نصغروا حجم الهواتف المحمولة وش فهمنا؟ فهمنا باللي الفعل زمن الماضي المستمر نستعملوا was will where plus ing وزبنا فهمنا باللي اليوم في هذا الدرس فهمنا باللي كما ربطوا جملتين جملتين ولا حدتين كان في الماضي المستمر نجمعوا بيناتهم بال connector هذا while to combine them باش نجمعوا بيناتهم while يعني بينما صحيح؟ هذا هو الدرس التاعنا تاع اليوم تاع ال past continuous اوكي؟ نقولنا نجمعوا بيناتهم بال while where the way while we're working اوكي؟ بوه هنا يعدنا قواعد الإملاء verb plus ing spelling rules كيفش نكتبوهم؟ اوكي؟ هنا يعدنا القاعدة اللولة نحذف الحرف الإ يعني الأو في معظم الأفعال for example write نقلعو الإ هذه الأو نديرو writing make نقلعو هذه نديرو making live نديرو living اوكي؟ القاعدة الثانية عدنا لا نغير حرف ال y بال e ال y هذا ما نقلعوش ونديرو ال e لا في play playing carry carrying try اوكي؟ وعندنا القاعدة الثالثة قال لك نضاعف الحرف الساكن في الأخير في الأفعال التالية التي تنتهي ب p d j l m n p r t ولا الأفعال اللي تكون فيها like ركزوا معي شوفوا هنا شكاين consonant vowel consonant vowel consonant vowel consonant consonant هادو consonant vowel consonant انضاعفو الحرف الأخير sit sitting نزيدو التى هادى نزيدو الها rub rubbing نزيدو البي stop stopping dig digging دائما نزيدو الحرف الأخير كي نشوفو consonant vowel consonant هادو اللي يكملوا بال consonant vowel consonant هدا هو الدرس تاعنا تاع اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم معايا وليداتي ولا استفدتم معايا ماذا بيكم تبخلوني شجام اشتراك في القناة اليوم مش مشترك وربي أحضكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته